ترتيب الأندية السعودية وفق الإرادات الدخل شوفوا أعلى الهلال عنده دخل 497 مليون يعني نصف مليار ريال تقريبا هذا دخل الهلال يلي النصر 407 مليون الاتحاد الثالث 263 مليون هذا الدخل أرجع أكرر أنه دخل الأندية في السنة هذه السنة المنتهية في شهر 6 مليون الأهلي الرابع عنده دخل 240 مليون الشباب الخامس 184 مليون الفتح السادس 160 مليون الاتفاق السابع 111 مليون الفيصل الثامن 110 مليون الرائد التاسع 101 مليون وكسور طبعا أنا بس قاعد أتجاوز أجبر الكسر يعني التعاون العاشر صارف دخل الله 87 مليون ضمك 83 مليون الباطن 61 مليون الحزم 44 مليون الفيحاء 39 مليون الطائي 19 مليون أبها لم يعلن حتى الآن مجموع إرادات الأندية 241 مليون ريال طيب نجي للمصرفات الناس اللي تصرف النصر أولا صارف 520 مليون ريال إن شاء الله تبارك الله الهلال الثاني 472 مليون ريال إن شاء الله الثالث جمال تعدل الحين الاتحاد 396 مليون صارف الأهلي 339 مليون ريال الشباب الخامس 232 مليون الفتح السادس 134 مليون الاتفاق السابع 111 مليون الفيصلي الثامن اللي جاب كاس الملك 106 مليون الرائد التاسع 103 مليون التعاون العاشر 96 مليون ضمك الحادي عشر 86 مليون الباطن الثاني عشر 78 مليون الحزم الثالث عشر صارف 67 مليون الفيحاء الرابع عشر صارف 57 مليون والطائي صارف 19 مليون وأبها ما أعلن فبالتالي مجموع مصرفاتهم صرفة الأندية 292 مليون ريال يعني دخلهم كان 271 الأندية وصارف 282 مليون طيب نيجي للعجز الأعلى عجزا الاتحاد عنده عجز ب133 مليون ريال والنصر عنده عجز ب133 مليون والأهلي الثالث عنده عجز ب98 مليون الشباب الشباب الرابع عنده عجز 48 مليون الحزم الخامس تبوك صاعد يا أخوي عنده 23 مليون عجز الفيحاء السادس 17 مليون الباطن السابع عنده عجز 17 مليون التعاون عنده عجز 8 مليون وشوي جب والله يضبطوا الأمور كانت الوضع صعب ضمك التاسع 30 مليون عنده عجز الرائد عنده عجز 2 مليون وشوي أيضا على الموفق من فهد المطوع ويدارته الاتفاق الحادي عشر عنده عجز ب270 ألف ريال الله يود الدمر شكري برسل لك ايها ننقفلها الطائد الثاني عشر 71 718 ألف العجز مجموعة العجز في الأندية 46 مليون وخمسمية وسبعة لا وين خمسمية استنى بس العجز طال عمرك 465 مليون يعني تقريبا رايحين لنصف مليار ريال